اشتركوا في القناة تالت تصريح لن نقبل الفوضى واتفقنا من الاول اننا هنبني بلدنا مع بعض رابع رسالة الرئيس وجهها النهاردة الكيلو في اي مد في الجيزة بيتكلف مليار جنيه تعويضات للمواطنين خامس تصريح احنا زي الفل وهصلح كل حاجة غلط بفضل الله ومصر ستعود كما ينبغي سادس حاجة اشار اليها ايضا الرئيس النهاردة نحن لن نعود لما كنا عليه من فوضى في كل شيء وكمان قال تحديث الطرق خفض الكثافة المرورية خمسين في المية تامن حاجة ان الدولة صممت على البناء بمشاركة ابناء الوطن لتسهيل حركة المواطنين وتاسع تصريح نسع لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من خلال نظام جديد لمراقبة الطرق عاشر رسالة اطلاقها السيد الرئيس النهاردة وهي اطلاق اسم الفريق محمد العصار على محور الحلمية الاميرية تمام انا هستأذنكم في حاجة واحدة بس لها علاقة بالفريق محمد العصار يعني لو قلت لحضراتكم ان هذا الرجل طرف مباشر في اهم واعقد ملفات مصر ما بعد 25 نهار سواء داخليا او خارجيا وكلفة من قبل المجلس الاعلى القوات المسلحة في فترة وبعدين من قبل الرئيس عفتاح السيسي في فترة بامور غاية الحساسية المشكلة انا اللي عائد لساني ومخليني مش عارف اتكلم هو نفسه يعني هو نفسه الفريق محمد العصار ما بيحبش يتكلم الاخر بيقول لك عملناها والمدخلس يعني المهم انه الصحة عمل والحمد لله ان البلد بخير والحمد لله البلد بامان مش عايز بقى لبطولات ولا يتجاب سرتي ولا انما لو في يوم من الايام معرفش انت هو يسمحلي او الظروف تسمح ان اقول لحضراتكم انه حاجات كتيرة جدا 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 من اللي حصلت احنا بنقول طب هي حصلت ازاي وبيبقى وراها حد زي اللي هو الفريق العصار او الفريق العصار بذاته وناس قليلة كانت بتشتغل معها انا بس اقول حاجة وحضراتكم ما يعني تتوقعوش مني تفاصيل لو بتحبوا البلد وبتحبوا ابناءها المخلصين اي حد النهاردة يكون بيصلي صلي العشاء يصلي كذا يدعي لهذا الرجل هذا الرجل بحاجة لدعائنا رجل فاضل رجل محترم رجل متواضع رجل وطني رجل متعلم كواس اوي مهندس دكتور وفريق يعني وبني ادم انسان من جواه انسان هو بحاجة لدعوة مخلصة مننا انه ربنا ان شاء الله يقومه بالسلامة مشاوله تفاصيل اكتر من كده انما نحن بنبتهل الى الله وطبعا الافضل نكون بظاهر الغيب انه اش فيه يعني كل حد ممكن يكون مريض وسادة الفريق العصار بصفة خاصة لانه واحد من الابناء المخلصين لهذه البلد اللي بينه بالربنا عمار وبينه بنا احنا كبشر يعني هو مش فرق معنا اوي يعني خالص بالعكس لا بيقاوم ان يذكر بالخير لك لا ولا ميديا ولا يشتغل نبني بقى خلاص بنتكلم كتير من المتحاجات اللي افتكري قاله لا احنا بنتكلم كتير اوي بنلغي كتير اوي لا احنا نشتغل فندعو الله له بيقى الشفاء العاجل وانه ربنا يكرمنا بامثاله كثيرين في مواقع مختلفة ان شاء الله خلينا نتوقف معاكم عند كلمتين نهاردة اتقالوا من كلمات الرئيس قال لن نقبل الفوضى واتفقنا من الاول اننا هنبني بلدنا مع بعض زي اول كلمة ذكر فيها الفوضى تاني حاجة قال لن نعود لما كنا عليه من فوضى في كل شيء تاني مرة يفكر الفوضى في نفس اللقاء وده اشارة لاننا قررنا اننا نبني دولة كبيرة وعملنا استراتيجية واضحة وقررنا اننا نمشي عليها والبلد كلها بمؤسستها تمشي عليها يعني فكرة اننا نعلق مثلا حياتنا او نعلق منظومة بعينها على قرارات شخص ده ما بقاش حاصل لان دي مشكلة كنا بنواجهها في السنوات اللي فاتت دلوقتي الدولة كلها عاملة استراتيجيات في كل القطاعات سين او صاد او عين هيكمل على نفس الاستراتيجية اللي الدولة وضعها ترجمة نانسي قنقر